السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثالثة الإعدادي بإذن الله متابعينهم كاملين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب باي بيت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة إن شاء الله ناخد مع بعض الوقت على المفردات للدرسين الأول والتاني من الوحدة التالتة من كتاب باي بيت للعام الدراسي الجديد عشرين أربعة وعشرين نحل مع بعض صفحة مية ستا وتلاتين مية سبعة وتلاتين وأول سؤال معي خاص بالاختيارات اختار ذاك وركت أنصر الإجابة الصحيحة أول اختيارات معي على التعريفات يسوى الرقم واحد بيقول التو نقط يعني أنت تاخد كده خطاب أو تاخد شيء توصله لمكان أو لمبنى بتاخد خطاب أو شيء بتوصله المكان أو مبنى ده تعريف إيه اللي هو التوصيل أو خدمة التوصيل ولا يعني يشجع ولا يعني مفاجأة ولا يعني يناقش باخد خطاب أو شيء بوصله المكان أو مبنى ده معناه اللي هو التوصيل أو خدمة التوصيل رقم اتنين نقطة مينز مين أو مينز يعني يعني الخدمات الخدمات مثل الخدمات زي الكتريستي زي القهرباء عشان نساعد مين بنساعد أفراد أو أعضاء المجتمع الخدمات زي القهرباء والمياه بنساعد بها أفراد المجتمع اسمها إيه؟ لجر اللي هو الترفيه أو وقت الفراغ public services دي تعريف اللي هي الخدمات العامة ولا health services ولا خدمات صحية ولا neighborhood ولا ده تعريف الحية السكني طبعا الخدمات زي الكهرباء والمياه بساعد بها أفراد المجتمع اسمها public services اللي هي الخدمات العامة بعد كده رقم ثلاثة نقط is a small area يعني بيكون منطقة أو مساحة صغيرة of a town من مندينة كده صغيرة or village أو من كوريا and the people who live in it والناس اللي عايشين فيها منطقة كده صغيرة من مساحة أو كوريا والناس اللي هم عايشين فيها اللي هي ايه بقى opportunity اللي هي الفرصة ولا difference يعني اختلاف ولا neighborhood يعني حي سكني ولا leger اللي هو طرفيه أو وقت الفراغ طبعا ده تعريف neighborhood اللي هو الحي الايه السكني بعد كده السؤال رقم أربعة بيقول a or and is the part that you walk on الجزء اللي انت بتمشي عليه on in a city في مدينة that is next to ardo بيكون جنب الطريق جزء كده بنمشي عليه جنب الطريق يعني واحنا ما شيل ما بنمشيش في نص الشارع بنمشي في جنب الجنب ده بقى اسمه ايه من الطريق pavement ده اسمه رصيف رصيف شارع ولا project ولا اسمه مشروع ولا survey اسمه استبيان او دراسة او استطلاع رأي ولا elderly يعني كبير السن طبعا ده اسمه ايه pavement ده الرصيف بنمشي عليه بعيدة عن العربيات رقم خمسة the word كلمة ايه reverse to the time when you are not working بيشير للوقت اللي انت لا تعمل فيه الوقت اللي انت بتشتغلش فيه ده اسمه وقت ايه service اللي الخدمة ولا kareel هنا service الخدمة الكاريل اللي هو الحياة الايه حياة مهنية ولا care رعاية ولا لجر طرفيه او وقت فراغ طبعا ده وقت الطرفيه او وقت الايه الفراغ يبقى لجر طرفيه رقم ستة بيقولي هنا ايه نقط or equipment equipment اللي هي الايه المعدات rooms والغرف ايه تستطر الى اخره that people can use الناس بتقدر تستخدمها to do something عشان تقوم بشيء ما المعدات والغرف اللي الناس بتستخدمها عشان تستفيد بيها وتستخدمها في شيء ما اسمها ايه pavements اللي هي الارصفة ولا facilities اللي هي المنشآت والمرافق والتسهيلات ولا opportunities اللي هي الفرص ولا surveys اللي هي الدراسات والاستبيانات واستطلاعات الرأي طيب يبقى انا عند بيقولي معدات وغرف الناس بتستخدمها طبعا اللي هي المنشآت او المرافق facilities رقم سبع ايه ارقان نقط is a group of questions يعني ايه عبارة عن مجموعة من الاسئلة مجموعة اسئلة that you ask people انت بتسألها للناس to find out عشان تعرف او تكتشف لتعرف او تكتشف ايه information المعلومات about something عشان تعرف المعلومات عن شيء بتسأل الناس اسئلة وبتلمي معلومات وبتجمع معلومات ده معناها انت عملت ايه exercise كده انت عملت تمرين ولا service عملت كده خدمة ولا survey عملت استبيان واستطلع للرأي ودراسة ولا example عملت كده مثال طبعا كده عملت survey survey اللي هو الاستبيان واستطلع الرأي رقم 8 كلمة عام similar in meaning to يعني تتشابه في المعنى مع عايزة كلمة تسويها special خاص private خاص different مختلف general عام عايزة كلمة تسوي public public عام general عام اتنين بتسويين مع بعض رقم 9 المدينة بتبني منشآت ومرافق جديدة for the elderly اللي هما كبار السن كلمة كبير السن يعني عكسها ايه شاب او صغير ايه او صغير السن كبير السن او قديم يعني زو عمر قديم جدا لدرجة ممكن يكون ايه ايه سري يبقى العكس من كلمة كبير السن هي كلمة شاب او صغير السن بعد كده صفحة 137 السؤال رقم 10 بيقولي هنا the verb الفعل encourage encourage يعني يشج is the same meaning بيديني نفس المعنى اه زي ايه عايزة كلمة تساوي كلمة يشج improve يعني يحسن او يتحسن support يدعم discourage يعني يحب ده كده opposite والانتنم العكس منها والمضاد develop يطور وينمي يبقى انا عايزة the same meaning نفس المعنى كلمة يشج وهي كلمة support يعني يدعم رقم 11 the word local كلمة local يعني محلي is a synonym of بيجيب للمراضي فعايزة كلمة بتساويها في المعنى international يعني عالمي universal عالمي national قومي او وطني global عالمي يبقى كله عالمي معدى national يبقى عندي هنا اللي بتساوي كلمة لوكا المحل هي كلمة قومي او وطني اللي هي كلمة national رقم 12 العكس من الفعل يعني يوصل العكس منها ايه انا بوصل شيء عكسه يعني بستلم شيء يعني يحبط يطور وينمي يعني يحضر طبعا العكس من يوصل شيء يستلم شيء يبقى يستلم رقم 13 مصطفى يقدر يعني يصلح يصلح الايه الدراجة بتاعته عايز المضاد من كلمة يصلح بصلح شيء عكسها ايه بضمره يدمر ويتلف يصلح يصلح يقود سيارة او يقود اتوبيس يبقى عكس او الانترم او الاوزت من كلمة يصلح وهي كلمة دامج يدمر رقم 14 يقول هنا هل تعتقد ان هذا المكان الكراود اللي هو المزدحم السيف بيكون امن للاطفال كلمة سيف يعني امن يعني بتتشابه في المعنى ايه اللي زيها في المعنى ايه اللي بيسويها في المعنى سيريس جد وخطير بور فقير بيور ناقي سيكيور امن يبقى كلمة سيف بتسويها في المعنى كلمة ايه سيكيور امن رقم 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 15 يجب ان انت تشجع الطلاب عشان ينجزوا ويحققوا كتير او المزيد من اللي هو التقدم ضم مؤذم عايز يقوله ما تحبطهمش عندي هنا ار اللي هو يحس ويرشد يعني يحبط لا تحبطهم ولا اللاو يسمح ولا سبورت يا دام طبعا لا تحبطهم لا تحبطهم بعد كده السؤال رقم 16 بيقوله هنا اللاحقة يعني حروف اللي بيجيلي كده في النهاية يعني بتحول بتحول الفعل يعني يمهد بتحول الفعل بتحولها الاسم باضافة طبعا عايزا اقول يعني رصيف كده حولتها لي او انتو اناون لاسم رقم 17 ويقات the prefix احنا بنضيف البادئة to the word carriage لكلمة شجاعة بنضيف البادئة يعني حروف كده في البداية لكلمة شجاعة to get the verb عشان نحصل على فعل نخليها بقى ونحولها الفعل يبقى هنضف لها ايه i-n i-m i-r e-n طبعا مضف لها encourage encourage يعني يشجع رقم 18 ويوس the suffix احنا بنستخدم suffix اللاحقة to turn the verb عشان نحول الفعل educate educate يعني يعلم into نخليه اسم i-b-l-e-l-y-i-o-n-i-ve طبعا هنخليها تعليم education education اللي هو التعليم كده حولناها كده حولناها into أنا اللي اسمي بقت education يعني تعليم رقم 19 لذا بريفكس البادئة حروف كده في البداية is added بتضاف to the word port اللي كلمة ميناء to refer to cars اللي تشير الى السيارات trains الكتارات boots الكوارب ايت سترا الى اخره بضف لها trans ولا astro ولا in ولا you in اللي هي on طبعا بضف لها ايه عشان تكون هي المواصلات بضف لها transport transport اللي هي الوسائل النقل او المواصلات transport رقم 20 بيقول لي هنا ايه we add the suffix احنا بنضيف اللاحقة to the word never الى كلمة gar never اللي هو الgar to mean a small area عشان نعني بها منطقة او نقصد بها منطقة صغيرة in a city منطقة صغيرة في المدينة هنعمل ايه في الاخر كلمة never عشان نخليها منطقة صغيرة hot ولا ius ولا mnt ولا lss هتبقى neverhood neverhood يعني الحي السكني رقم 21 doctors and nurses الاطباء والممرضات look after people's health يعني بيعتني بصحة الايه بصحة الناس الاطباء والممرضات this means ده معناه people have الناس بقى بتحصل على ايه by doctors and nurses من الممرضات والدكاترة بيحصلوا على ايه facilities بيحصلوا على المنشآت والمرافق والتسهيلات ولا neverhood بيحصلوا على حي سكني ولا health care بيحصلوا على الرعاية الصحية من الاطباء والممرضات ولا survey استبيان وستطلع رأي طيب يبقى هنا عندي بنحصل على او بيهتموا بصحة الناس معناها ان احنا بنحصل من الدكاترة والممرضات على health care رعاية وعناية صحية رقم 22 محمد صلاح scores a lot of goals محمد صلاح بيسجل كتير من الاهدامة بيجيب الجوال كتير للفريق بتاعه ده معناها ان هي نقطة يبقى هو بيعمل ايه للفريق بتاعه يعني بيوصل يعني يحدث فارق ويحدث اختلاف ويخليه مختلف الفريق عن بقية الفرق يعني يضحك يعني يصلح طبعا معناها انه بيحدث فارق وبيعمل كده فارق واختلاف بين الفريق بتاعه الفرق التانية بيخليه متقدم فريقه دايما عن الفرق التانية رقم تلاتة واشن اعتقد ان الرجال والنساء يجب ان هم يكون عندهم لازم يكون عندهم نفس فرص العمل لازم يكون عندهم بقى فرص ايه اكوال متساوية ومتكافئة ولا يعني غير متساوية وغير متكافئة ولا عندهم فرص مختلفة ولا بمعنى غير عادل وغير منصف يبقى عندي هنا من الرجال ووامن النساء لازم يكون عندهم نفس الفرص يبقى فرص متكافئة فرص متساوية فرص متكافئة ترجمة نانسي قنقر